نشرت وكالة الأسوشيتد براس صور بتأكد أن الضرب الإسرائيلي اللي استهدفت مدينة أصفهان الإيرانية قدت لضرب نظام الرادار الروسي أس 300 المخصص للدفاع الجو هالصور تتعارض مع الرواية الإيرانية لوصفت العملية بأن مجرد محاولة تسلل بألعاب صغيرة ما تبنت إسرائيل العملية وما علقت عليها لتجنب إيران الحرج وتتجنب هي رد إيراني مضاد أو حرب إقليمية أوسع كمان إيران تفادت اعتبار العملية ضربة بالفعل أو اتهام إسرائيل بالعدوان الضربة بهالشكل كانت مخرج للطرفان لتفادي الحرب الأوسع وجهت إسرائيل رسالة بتشير لقدرتها على استهداف الدفاعات الجوية المحيطة بالمنشآت النووية عند الزوم وحصلت إيران على رد محدود جدا بعد ما نجحت بتثبيت معادلة ردع عبر استهدافها المباشر لإسرائيل مقابل أي استهداف للأراضي أو المنشآت الدبلوماسية الإيرانية وهيك نطوط صفحة التصعيد الإسرائيل للإيران المباشر من دون ما تغير شيء بتوازنات الحرب بغزة حتى اللحظة